السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم جددا في وصفات جديدة مع قناة باتيتر اكرام اليوم سأجب لكم حلوة سبيسيال غزالة جدا رائعة كيف تشاهدون في العنوان او في المينياتور كيف تشاهدون هذه هي النتيجة معلقة غزالة بقشور اللوز من اليوم ستحتفظ بهم لتحضر الاد وصفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله هناك فقط جوج بيضات من الحجم الكبير او متوسط يعني غير المتوفر سنقوم بعمل معه كأس مملوء بسكر وطبعا السكر يبقى لحسب الدوقة كل واحد يعني ممكن تطيف اكثر او اقل يعني كيبقى لحسب الدوقة ونقوم بعمل معه فاني يمكن تعمل فاني حق السكر او فاني بودرة يعني كيفما كانت النوعية عندكم مشي مشكلة ونخلط انا حتى نشوف ان السكر ندامج لي مع البيت مزيان مشي بغرض اننا نخفقه جيدا ولكن غير نشوفه انه ندامج كأس مملوء من الزيت كيفما كتشوفه يعني كأس مملوء وطبعا هبار نجده لكم في صندوق الوصف بالتدقيق نستمر في الخلطة المكونات جيدا حتى نشوف انه ندامج لي بحلقه وكيفما كتشوفه هذه الوصفة السحرية هي قشور اللوز كيفما كتشوفه قشور اللوز عندي انه ناشفين يابسين من بعد ما كتشور اللوز كيفما كتشوفه كيفما كتشوفه كيفما كتشوفه اذا كنت مزروب عليهم ندخلهم الفران يسخنوا او لا ينشفوا نطحنهم او لا نطحنهم حتى نحصل على بودرة ونجعلها جانبا عندي هنا مربع المشمش جوج المعالغ كباري وعندي بودرة الكاكاو كما كتشوفه خام بودرة الكاكاو المر الأسود نستعمل بودرة الكاكاو المر بودرة الكاكاو المر وإذا كنت وفره لديك بودرة الكاكاو نقص من درجة الحلوة أو من العبار للسكر التي تستعمل لأن الكاكاو مر لا تكون السكر نقص كمية السكر ستقوم بالخلط وعندي العناصر ونضيف 1 صشية الخميرة من 7 أو 8 جرم لا يوجد مشكلة ونخلط ونضيف ونكمل بودرة الكاكاو المرس لا يمكنك كأس ونضيف بودرة الكاكاو المرس ونضيف ونخلط سوف نخلط جميع مكونات لعنصر واحد هذا الحلوى سوف نجمعه بالكوك يجب مدق رائحة جدا للإشارة فقط الكوك يكون مزيس من نوعية جيدة نحن نعرف أن الكوك في الوقت لم يكن كيف كان نحن نحن نفتش على الكوك الذي يكون مزيس من نوعية جيدة و نستعمل هذا يجب أن يكون ناشف و يخسرنا الحلوى بالنسبة للإضافة للعنصر الآخر نضيف الكوك بشوية لا نعطي شعبار محدد لأن كل واحد و كيف يجب الكوك سوف نضيف الكوك بشوية كسان أو نصف أو ثلاثة يجب الكوك بالنسبة للتزول و نجمع بشوية و لأكده و سوف نستمر في الخلط و سوف نظلم الخالط جمع الخالط وكذلك بدرة الكاكاو بدرة الكاكاو بما ان الكاكاو خام و يكون فري النوع الجيدة يجمع يجمع و يشرب لذلك نضيف و نجدها ترتاح عندما نصل على القوام نخلطه بيدنا لذلك نعرف ان الكاكاو يجب ان نصل على القوام سوف نستعمل نعرف ان الكاكاو لا يكون شيء جاري لا يكون شيء خفيف و لا يجب ان نضيف الكاكا حتى نحصل على خالط قاسح او ناشف اذا نصل على خالط يجب ان يكون الرطبة سوف نحبس لذلك سوف نشرب و لا يتركح نشرب القوام يجب ان يكون الرطبة و ليس سائل لا يترخش بالفران دائما نستعمل قبل ان نستعمل و اتفادئ هنا سكر جلسي سبيسيال سوف نستعمل سكر جلسي سوف نستعمل سكر جلسي لانه سوف يكون جلسي لا يترخش نستعمل كويرات على حسب الحجم و نضيف السكر جلسي نزين بحبات اللوز نستعمل من حمره يجب ان يكون خضر سوف نستعمل بحبات اللوز هذا سوف نضيف يجب عليها ضغطة خفيفة يجب علي الفرن يجب علي الفرن سخر من قبل سوف نشعل عليه من الفوق سوف نستطيع عليها انها تشقق معي من الفوق بحال اي غريبية نطيبها دائما نسر دياله باش نجح سوف يكون الفرن سخر من الفوق سوف نشعلها من تحت الطيب ونخرجها سوف ننبلغوش في الطيب وهذا هو الشكل يجب ان يغزل رويقي جدا وسهل اقتصادي والمطاق روعة تجربوه وتردو علي الخبر في التعليق وكذلك بالنسبة للناس جدد مرحبا بكم لا تنسو الاشتراك معي في القناة باش يوصلكم كل جديد والناس ديالي لحباب ديالي للكم لا تنسو شما تطبخلوش بالتعليق والتعليق الجميلة ديالكم اللي كشكركم اللي هاد دائما وكتفرحني من اعماق القلب والله اللي شاهد اذا خليكم متابعين لاشين او للقناة باش نعطيكم كل ما هو مفيد وجديد وده انتم رائعين وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة